حياكم الله مشاهدين الكرام في بث مباشر جديد إذا كنت تظن أن الزلزال التركي المدمر في السادس من فبراير والذي خلف آلاف الضحايا وآلاف المنازل التي تحولت إلى ركام هو الكابوس الأسوأ فأنت على خطأ حيث تستعد تركيا لأسوأ كابوس مر على تاريخها المليء بالزلازل كيف تحركت تركيا لتنقض الملايين بعد الحديث عن زلزال يوم القيامة على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على الزلزال التركي المدمر تواصل الهزات الأرضية ضرب الأراضي التركية باستمرار في موجات زلزالية هي الأخطر والتي جعلت الحياة قاسية على سكان المدن التي تضربها الهزات الأرضية باستمرار حيث فرض قدر الجغرافية على تركيا أن يكون قدرها أن تكون أرض الهزات الأرضية حيث تعد من بين أخطر دول العالم تعرضا للهزات الأرضية كما أنها تقع على واحد من أخطر أحزمة الزلازل وهو الحزام الألبي بالإضافة إلى وقوعها بالقرب من خطوط الصدع الرئيسية وتقع غالبية مساحة تركيا على صفيحة الأناضول التي يتم تغطوها بين ثلاث صفائح كبيرة هي الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية والصفيحة العربية حيث سجلت إدارة الطوارئ التركية نحو 33 ألف هزة ارتدادية ضربت الأراضي التركية منذ سادس من فبراير الماضي ومع كل تلك الهزات الأرضية يبدو أن تركيا تستعد للكابوس الأسوأ في تاريخها مع خروج عدد من التصريحات عن خبراء الزلازل وجيولوجيين في تركيا بشأن زلزال مدمر سيدرب عددا من المناطق التركية خلال السنوات القادمة تفوق شدته العشر درجات على مقياس ريختر وكشفت السلطات التركية عن تحركات عاجلة لحماية أرواح مواطنيها وحمايتهم من زلزال يوم القيامة حيث ستبدأ ببناء 350 ألف وحدة سكانية مضادة للزلازل بعد أن تحولت آلاف العقارات إلى ركام على رأس سكانها في أكثر من عشر ولايات تركية بسبب الزلزال المدمر في السادس من فبراير الماضي كما ستقدم الحكومة التركية دعما ماليا لأصحاب العقارات القديمة التي تحتاج إلى الصيانة والترميم حسب ما ذكرت قناة العربية وأكد محمد أوزهاسكي وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي أن السلطات ستقوم ببناء الوحدات السكانية المضادة للزلازل في أماكن ونقاط محددة يتم اختيارها بعناية فائقة كي تكون بعيدة عن مركز الزلزال المتوقع وأشار إلى أن الحكومة ستباشر ببناء الوحدات السكانية والمشاريع المتعلقة بمقاومة الزلازل في غضون عامين للحرص على سلامة المواطنين وكشفت تقارير الصحفية أن الحكومة التركية ستقدم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين عشرة وخمسة وعشرين آلاف دولار أمريكي لأصحاب المنازل والعقارات الواقعة ضمن النقاط التي من المتوقع أن تتعرض لزلزال مرمر الكبير والمدمر الذي تحدث عنه خبراء الزلازل وكان خبير الزلازل التركي ناجي جورور حضر قبل أشهرين من وقوع زلزال مدمر في اسطنبول نستطيع وصفه بزلزال يوم القيامة إذ من المتوقع أن تغرق اسطنبول في مضيق البسفور مع زلزال مرمرة الذي تفوق شدته عشر درجات على مقياس رغتر وبالتالي ستكون الخسائر ضخمة للغاية نتيجة انهيار المباني وارتفاع موجات المياه بشكل قياسي بحيث تصبح كتسونامي فهل تستطيع خطوات الحكومة التركية انقاذ مواطنيها من قدر الجغرافيا؟ شكرا المشاهدين على حسن المتابعة كنت معكم إيمان بالله النجد دمتم في رعاية الله وأمنه